مصر استطاعت بمنتهى القوة والنجاح ودفعنا تمن غالي قوي تدمير كامل للأنفاق نجحنا طل ربنا وكرمه بس دفعنا تمن غالي قوي أمنا حدودنا وقلتها وبقولها من 7 أكتوبر وقبلها وبقولها دلوقتي تاني ما فيش نملة تدخل بقول نملة تعدي حدودنا نملة تشوف بقول ايه نملة مش بقول عصفورة بقول نملة تعدي عندنا لا سيد ريسال أركان مبارح أول مبارح بيتطمن عليه التأمين الكامل احنا مش لسه بنأمن مش لسه بنأمن يا جماعة هقول لكم معلومة حان وقت ان انا اقولها احنا موجودين يوم 7 أكتوبر مش كده احنا كنا هناك يوم 7 أكتوبر مش رايحين النهاردة في 24 مش رايحين النهاردة في 24 7 أكتوبر حضرتك لديك بعد اللي حصل طبعا وهجوم حماس على طول دولة متوقعة طبعا متوقعة ممكن يحدث ايه وممكن كان الهدف مصر وهو الهدف مصر لحد النهاردة بس تاني حدش يقدر أبدا يهود أبدا عندنا ولا يهدد أمننا ولا أراضينا لا يجرؤ لا إسرائيل ولا غير إسرائيل بالمناسبة أنا عملت بس كنا مع سيدة الوزير بدر عبد العاط يوم الخميس في لقاء مجموعة من الإعلامين وكتاب من الساعة 12 للساعة يمكن ثلاثة ونص تقريبا واحنا عاديين مع سيد وزير خارجية جالنا خبر سيد مع لسان متحدث العسكري سيد العقيد أركان حرب غريبة عبد الحافظ بيعلن خبر عاجل في السواني لف الكرة الأرضية لف الكرة الأرضية في السواني أول من تلقف الخبر إسرائيل على طول خلي بالك ومبرصد ومتابعوا كل حاجة فبعد ما خلص موزير خارجية وأنا في العاصمة روح تنازل عامل بس يومها ما عنديش هوا طب حدث زي كده نسيب يعني منتكلمش عليه لا لازم نتكلم عملت بس بتاع 13 دقيقة مش طويل يعني عزيلا حضراتكو القناة الأولى الرسمية اللي هي 12 في إسرائيل خدت البس ده البس يعني هو بيتابعك حتى لو أنت عندك حاجة على السوشيال ميديا وخدوه رسائل أكيد أن أنا بوجه رسائل أنا بتكلم ترجمة نانسي قنقر